يا رتلي كنت عرفت المعلومات دي عن الألوان الأكراليك قبل ما رسم بيها أول معلومة إن الألوان الأكراليك مقاومة للماء ممكن نرسم بيها على أسطح كتيرة جداً زي الخشب، الورق، القماش، والهدوم، والكاموس تاني معلومة ما ترسمش بالألوان الأكراليك على الأسطح الملساء يعني النعمة اللي ملهاش مسام زي البرسلين، الإزاز، وبعض أنواع الجلد لأن حرفياً مجهودك هيروح على الأرض مع تعرض الحاجات دي لأي نقطة مية هتقشر ثالث معلومة، الألوان الأكراليك متوفر منها أنواع رخيصة جداً ممكن نجابها من عند الموان وده بنستخدمها لما بنكون مبتدئين ومحتاجين نجرب كتير وكل ما مستوانا بيعلى بنعلى في كواليتي الألوان عشان لما نيجي ندخل معارض أو نبيع لوحاتنا لازم نقدمهم بأفضل كواليتي أنا بعشق الألوان الأكراليك والفيديو ده جزء بسيط جداً من فيديو طويل في معلومات أكتر محتاجين تعرفوها قبل ما تستخدموا الألوان الأكراليك لو عايزين أبعط لكم الفيديو اكتب لي في التعليقات ألوان أكراليك وأنا هبعط لك الفيديو على طول لايك وفولو عشان لسه في كلام كتير جداً